في وقت نواجه فيه اكثر من ثلاثة ملايين طالب بالمدارس الخادعة لسيطرة ميليشيات الحوثي خطر التحريف والفكر المتطرف بفعل التغيير المتواصل لمنهج التعليم وتوظيف المدارس لاغراض عسكرية تطلق ميليشي الحوثي الانقلابية مساعا جديد لاستكمال تطيف المناهج الدراسية على خلفية ذلك هاجم النائب في برلمان الميليشيات الانقلابية المدو احمد سيف حاشد وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وكشف حاشد عن تقديم المدعو بدر الدين الحوثي المعين وزيرا لتربية وتعليم الانقلابيين مذكرة عاجلة إلى مجلس نواب صنعاء يشكو فيها عدم توافر مصدر تمويل او موازنة جديدة معتمدة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الفين واربع وعشرين واضاف حاشد ان الهدف من طباعة الكتاب المدرسي اكثر من مرة في كل عام هو ادخال تعديلات طائفية جديدة عليه متسائلا لماذا تجري اصلا طباعة الكتب المدرسية بالسنة مرتين وبإمكان الميليشيات طباعته مرة واحدة كل ثلاث سنوات المعلومات التي بثها حاشد اثارت موجة من الصخط في اوساط الناشطين اليمنيين حيث هاجم بعضهم عبر تغريدات لهم سلطة الانقلاب معالنين رفضهم ذلك التوجه الرامي الى ادخال تعديلات جديدة تستهدف بالافكار المغلوطة ما تبقى من المناهج وسبق للميليشيات الحثية ان اجرت مطلع العام الحالي تعديلات عدة على المناهج تضمن بعضها ادراج دروس وصور وتعليمات بهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لليمنيين وانشاء اجيال جديدة منسلخة عن هويتها وعقيدتها وتعتنق الفكر الطائفي والمذهبي وفق ما كشفه تربويون في صنعاء لوسائل العالم وكان مكتب حقوق الانسان في صنعاء قد اتهم في وقت سابق ميليشيات الحثي برصدها مبلغ 200 مليون ريال لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية بما يتوافق مع معتقداتها الارهابية وتجريف الهوية الوطنية واستنزاف عادات المجتمع اليمني